موسيقى السلام عليكم مشاهدين لعل ما يحدث في مصر يفجر أسئلة كثيرة عن وضع المنطقة المتفجرة أصلا ولعل من أهم الأسئلة التي تطرح تلك المتعلقة بمستقبل الإخوان المسلمين ونشاط الإسلام السياسي في المنطقة فهل سقوط عربة من القطار تعني إنهاء القطار لمساره هذا إن سلمنا بأن عربة الإخوان سقطت فعلا في مصر ولكن الحديث عن مصر في مرحلة ما بعد عزل الرئيس محمد مرسي هو حديث عن الحريات والديمقراطية والمشاركة السياسية وتجنب العنف حديث يمتزج بالأخبار عن الاعتقالات في صفوف الإخوان ومواصلة المعارك في سيناء وإعادة رسم العلاقات الخارجية اليوم معنا في هذا الحديث السيد مجدي المعصراوي عضو مجلس الشورى المصري المستقيل بعد تظاهرات 30 يونيو والسياسي في حزب الكرامة وأحد مؤسسي التيار الشعبي والمعصراوي لهو مواقفه القومية المعلنة والصريحة من العراق وسوريا وفلسطين ولبنان وأيضا نرحب معنا هنا بالدكتور زهير العبيدي أحد الذين عاصروا نشأة العمل الإسلامي في لبنان هو داعية إسلامي وكذلك خبير اقتصادي باعتباره الأستاذ السابق في كلية الاقتصاد في لبنان ونائب سابق في البرلمان اللبناني أهلا إذن بالنائبين السابقين من لبنان ومصر بداية الربابة ورحمة نتحدث عن مصر نتحدث عن سؤال عريض الجميع يريد أن يعرف ماذا حدث للرئيس مرسي وهل تعتقدون أنتم في التيار الشعبي أن هذا الإجراء الذي اتخذ بحق الرئيس مرسي يعرقل مسار الديمقراطية ويحدث لبسا قانونيا في مصر الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم أولا اللي حصل في 30 يونيو ده أكبر كما قيل أكبر تجمع سياسي حدث في تاريخ البشرية كله نعم ده الغرب كما شافه اللي هو معظمه أنتي اللي حصل في مصر واللي حدث أن شعب كان هناك زي أي شعب في الدنيا عقد ما بينه ما بين رئيس منتخب ونعتبر انتخاباته شرعية وكنا من المساندين له ثم هذا العقد أخل به من طرف السيد الرئيس وعد في برنامجه الانتخابي أنا انتخب الرئيس على شروط قال في برنامجه أنا يا شعب قادر على حل مشكلاتك ببساطة الأمر ودون تعقيد أنا عندي واحد اتنين تلاتة هحللكوا الأمور الآتية في مئة يوم هحللكوا خمس مشاكل رئيسية وعد المئة يوم والمئة يوم والتلتمئة يوم والتلتمئة وستين يوم وما حلش حاجة ياريت كده أنه كل اللي حدث انهيار للدولة المصرية مش لنظام حكم كل يوم مصر بتتأخر على جميع الأصعيدة على مستوى أزمات بتتفاقم عدم كفاءة في إدارة أمور الدولة بحجم مصر مصر مش دولة صغيرة مصر دولة كبيرة مفترض أن لها دور ومكانة بتقوم به عبر التاريخ إذن هل رئيس مرسي الآن معتقل بهذه التهمة؟ لا مش معتقل هو لو اعتقل بتهم فهو بتهمة عدم الكفاءة وعدم القدرة على الوفاء بالكزمات بس هو ليس معتقلا على الإطلاق الرئيس كما صرح أنه هو في مكان آمن بعيد تعمينا له لا يتواصل مع أحد لا يتصل بأحد لا يزوره أحد لا أنا ما عنديش فكرة لا أنتي ولا أنا ولا أي حد يدعي أنه هو بيقدر يعمل ده ولا ما يعملوش إنما هو كل الحكاية أنه قيل أنه هو متحفظ عليه في مكان آمن ويتعامل ويعامل بما يلغ برئيس دولة صادق اليوم دكتور حسن نافع يقول اطلقوا صراحه أو حاكموه وأن ما يحدث هو لبس قانوني يؤثر على مصر لا هو اللي حصل أنه واحد أخل بشروط العقد فشعب شعب وليس قوة سياسية ولا عسكرية ولا أي حد في الدنيا ولا حد يقدر يقول أنه 30 مليون أو 33 مليون أما طلعوا كانوا طلعين يعملهم خلاف عسكري يعني هذا قرار الشعب هذا قرار شعبي استجاب له حسب نص الدستور اللي وضعوا الإخوان ومن ولا بمعنى ما يحدث الآن هو دستوري قانوني للرئيس مرسل دستوري وقانوني لأن في نص الدستور دور الجيش المصري هو حماية الأمن القوم ولو لم يتدخل الجيش المصري وأم بدوره كما هو منصوص عليه في الدستور لكانت هناك حرب أهلية ومذابح يعني التحفظ على الرئيس مرسي يعني تتصور إن 33 مليون آموا على جماعة هو تفر الرقم أنا أتحدث الآن عن التحفظ التحفظ على الرئيس مرسي الآن هو بحسب نص الدستور المصري هو قانوني لأنه يقي من أي عنف يمكن أن يحدث ده صحيح إذن يقول الآن أستاذ مجدين مع السراوي أن ما يحدث أو ما حدث من تظاهرات وهي فعلا بشهادة الجميع هي من أكبر التظاهرات التي حدثت ليس فقط في أيام الربيع العربي والثورات بل ربما في تاريخ العالم العربي والعالم إذن ربما أن نسأل خلال عام واحد فقط من حكم الإخوان يخرج هذا الشعب بهذه الطريقة الجارفة ويعلنون رفضهم للإخوان هل نتأكد الآن أنه بعد 85 سنة حكم الإخوان فشل في العالم العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة نحن نعارض أو نعترض على العودة إلى الشعب وإلى الدستور بهذا المعنى الذي تفضل فيه الأستاذ مجدي لأن الشعب مصدر السلطات ولكن ضمن آلية الدستور الدستور الذي صوت عليه تلتي الشعب المصري قال لا معلش آسف تلتي اللي راحوا لانتخابات مش تلتيش في مصر بس تصحيح المنتخبين تلتي المساعدة بإيطاليا أستاذ مجدي لا لا متفق معك معنا يعني بس أنا بسحة تلتي تلتي المخرجين بالضبط كده تلتي الذين والتلتي الذين عارضوا اللي هن جبهة الإنقاذ وأتباعهم الأربعة عشر حزب اللي هن يتكلمون المفارقة أن الذين يدعون أن الشعب المصري خرجت 30 يونيو بتجمعات شعبية لا مثيلة لها هذه التجمعات مشكوكم بها لأنها فبركت ونظمت ببعنة اسمحي هل نتحدث في زمن الإعلام اسمحي الإعلام الداخلي منذ انتخاب الرئيس مرسي كان منحازا ضد الرئيس مرسي السباب والشتام لا تتكلمين معي عن الإعلام الذي هو في مصر الإعلام الخاص الإعلام الخاص والإعلام الرسمي في الإعلام الرسمي وأنا في شواهد أن المزيعين في الإعلام الرسمي كانوا هم يجتمون الرئيس ولم يصفع أحد ولم يقدم أحد إلى المحاكم هذا بالنسبة للإعلام يعني أنت الآن تتهم الإعلام بالتضليل والتحريب طبعا والقوى الداخلية الإعلامية والأموال التي دخطت من ما يسمى بدول الاعتدال العربي هي التي فبركت هذا السيناريو الذي يعتبر من يعني أضبط السيناريات بالنسبة للتجمعات الشعبية هذا الفوتوشوب الذي فوتوشوب يعني مفبرك يعني غير حقيقي أنت تقول أن هذه الملايين لم تخرج نعم غير حقيقي هذه الملايين تقول لك شغل أنا استمعت إلى كل المعارضين من جبهة الإنقاذ وحزب الكرامة وما يسمى بالهلمانيين أو الليبراليين فالأرقام متفاوتة عندهم الأستاذ محمد منيب هو نائب رئيس حزب الكرامة أظن معروف يقول على التلفاز أن الذين تجمعوا هم بين 20 و 30 مليون يعني في 10 مليون موجودة ولكن أكيد ما حدش نزلوا عدهم بالواحد يعني التقدير جيد هل تسمح لي مثلا هل تسمح لي فقط يعني أتحفظ على كلمة فبركة هذه الفبركة دائما كان يقولها النظام السابق أو الأنظمة التي سقطت لا تصدق الشعب هذه الفبركة يا أستاذة يعني يمكن أن تقول هناك تحريض لكن الفبركة فبركة لمدة 6 ساعات ثم انقضت والذين تجمعوا تجمعوا الأستاذ خالد داود في مقابلة خالد داود رئيس المسؤول الإعلامي في إجابة الإنقاذ منذ أسبوع كان معي على البلاتو على المنعون القاهرة قال بأن الذين تجمعوا تجمعوا بأكثر من 34 مليون إذن أنا عقلي كرياضي من الرياضيات والاقتصاد سأحدثك بالرياضيات والاقتصاد 22 مليون وقعوا على استمارات تمرد عظيم استمارات موقع 22 مليون كويس مسؤول حركة تمرد ماذا قال قبل بـ 29 و28 شهر على التلفاز بالمقابلة قال أتمنى أن يخرج من 22 مليون الملايين التي تتجار مؤسسي تمرد لم يكنوا واثقين أن هؤلاء سيخرجون وكانت مفاجأة أنهم خرجوا أتمنى أن ينزل عشر أو نصف هؤلاء هذا لا يعني أنهم لم ينزلون لا لا اسمحي لي لا تقاطعين حتى في نفس اليوم 30 يونيو كانت هناك مظاهرات في ربع العدوية وقالوا الذين ننزلون لدينا 26 مليون على الأرض والبعض قالوا أنه لدينا 34 و35 و35 حتى وصل المعارضين للأنقلة وقالوا لدينا 45 مليون إذن 46 و34 و33 إذن لا يمكن الاعتداد بموضوع الملايين التي في الشارع الذي يعتد به إذا كنا فعلا حريصين على مبدأ الديمقراطية وأنا أعرف أن الأخوة في حزب الكرامة كانوا دائما في لقاءاتنا القومية والإسلامية كانوا يسرون على مبدأ الديمقراطية والشورى والتعددية واحترام حقوق الإنسان إذن أنت تلمح للانتخابات وتقول أن العددية الحقيقية كانت في صندوق الإنسان كانت في صندوق الإنسان أما ما يقال وقاله نص بيان الأنقلاب أنني استجبت للإرادة الشعبية هذا برأيي كذب وافتراء على الإرادة الشعبية الإرادة الشعبية لا تتحقق إلا في صندوق الإنسان إذا أردنا أن نكون ديمقراطيين أما إذا أردنا أن نكون ديكتاتوريين واستبداديين فنذهب إلى ما يسمى الشرعية الثورية وأنا هنا أريد أن أسأل الأستاذ مجلي صدر كلام كثير عن الشرعية الثورية ما هي الشرعية الثورية؟ طبعا درسنا في الاقتصاد النظام الشرعي الثوري هو النظام اليساري الشيوعي اللينيني الماركسي التروتسكي الذي كان يقود الثورات في الأسنة هذه الشرعية خرجت يوم 25 يناير وشارك فيها الإخوان 25 يناير إذن كان الشعب كله ضد الرئيس المخلوع وكانت شرعية ثورية لا ليس ثورية كانت ضد نظام الاستبداد وتطالب ثلاث أمور الحرية والكرامية وتداري العدالة الاجتماعية عدالة الاجتماعية أستاذ مجدي ربما سنة واحدة لم تكن تكفي لتقييم حكم الإخوان سنة واحدة لم تكن تعني أن يخرج الناس بهذا الطريقة وأيضا سنة واحدة كانت لا تكفي لإعادة الشارع للشرعية الثورية هل استعجلتم في الحكم على الإخوان؟ لا والله إحنا صبرنا كتير مش استعجل بس أنا قبل المرد على حضرتك ده أريد بس يعني بعض المفاهيم نشرحها سواء ونتفهمها سواء على مسألة الديمقراطية والشرعية بالذات الشرعية الديمقراطية من قال أن الشرعية الديمقراطية هي شرعية السندوق بس في حاجة اسمها شرعية الاستمرار أنا عامل معاك عقد أن أنا جاء أشتغل عندك أجير بدرجة رئيس الجمهورية أو بدرجة أي درجة أن أنا أعملك عملية جراحية أو أن أنا أبني لك عمارة ما الذي خالفوه مرسي في هذا العقد؟ من أوله إلى آخره لم يحقق شيء إلا الفرقة والتدهور الاقتصادي والمعيشي لكل الناس وفقد مصر هيبتها التركة كانت ثقيلة التركة التي ورثها على النظام مبارك كانت ثقيلة طالما هو مش أدها جيلها ليه؟ يا ليه بعيال إحنا بنلعب في الشارع أو قاعدين في عزومة والله ما نواكل يعني بعد يقول وكل اتفضل كله يقول لي لا والله ما نواكل مش تدي عزومة ده مصير أمة ومصير 90 مليون أنه يجي يقول يتصدى لمسئولية هو مش أدها لهو ولا حزبه المنعدم الكفاءة يعني حزب منعدم الكفاءة في إدارة دولة بحجم مصر مرضاش رفض أنه يشارك أطراف العملية السياسية داخل مصر في حتى وضع الدستور أيوة بمنطق الأغلبية بمنطق الأغلبية وقلنا أن الدستور بيتعامل في كل دول العالم بمنطق التوافق وليس بالأغلبية نريد أن نوضح هذه النقطة الآن هناك في حاجة اسمها شرعية الاستمرار وفي حاجة اسمها شرعية السندوق جميل إذن الآن تتوضح نقطتين إذن هناك الآن مسألتين ربما تجعل تجعلكم تعترضون على حكم الرئيس مرسي أولهما أنه لم يوفي بالتعهدات ثانيا مسألة الإقصاء وأيضا التفرد بالسلطة ومنها مثلا الإعلان الدستوري الذي سميته أنه كان ديكتاتوري وأعطى السلطات مطلقة للرئيس هل كان هذا السبب أيضا لسقوط حكم الإخوان من وجهة نظركم من أول ما أعلن الإعلان الدستوري اللي قال لي فيه نفسه أعطى لنفسه سلطات يعني تكتك وتصل إلى سلطات أنه لا يسأل عما يفعل لا مراجعة لقرارات رئيس سبحانه وتعالى يعني الوحيد واستضم بالجيش واستضم بالشرطة واستضم بالقضاء واستضم بالإعلام واستضم بالناس يعني ما خلاش طائفة في المجتمع إلا ما استضم بها وكان عندنا أعزمات في البنزين وأعزمات في السولر فأكل يعيش الناس في الوظائف في التصنيع تصنيف مصر الاقتماني أهضر الاحتياط النقدي لمصر من أول ما مسك لغاية النهار دي ما تعملش مشروع هو جئت لنحسن حظ المعارضة أنها لم تمسك فيها ده في نقطة واحدة بسيطة جدا وأنا أتحد أي حد من الإخوان أنا جاي الإخوان سموا نفسهم الإخوان المسلمون ده صحيح؟ وإنهم بيعجيين عشان يطبقوا شرع الله صحيح ماشي؟ أنا طوال سنة بقى وأنا كنت أعود في مجل الشورى أقولك الآن أتحد أي واحد يجيب لي خطوة واحدة خطوة واحدة على الطريق لتطبيق الشريع الإسلامي أنا مجد المعصر وحضو حزب الكرامة وقلت كلام ده في كل القنوات التلفزيون نحن في حزب الكرام نطالب بتطبيق الشريع الإسلامي وفورا هم بقى عملوا إيه ما طبعوا الشريع الإسلامي خلفوا الشريع الإسلامي أقولك رخص الخمور في مصر كنت تعطى سنوية الوقت بتعطى كل ثلاث سنوات ده مثال مش بقى مع مع يعني مدى أكبر قصدك آخر نقاش في مجلس الشورى المصري كان عن كان عن ميزانية لا ميزانية الدولة ده بتصدر بقانون وقف الدكتور فريد واصل وهو مفتي الجمهورية السابقة قال لهم من فضلكم شيلوا كلمة فوائد لأنها ضد الشريعة الإسلامية وده يخالف الشريعة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس سيادة الوزير يرد وزير المالي قالوا احنا موقعين على اتفاقات دولية تمنع ان احنا نغير المصطلحات وهنرعي ذلك مستقبل وانا قلت له الدكتور أحمد فهمي قلت له لو محامي مبتد رفع قضية قدام المحكمة الدستورية يكسبها ويبقى قانون الميزانية باطل ورغم هذا طلب التصويت والأغلبية أغلبية الأخوان المسلمين والمتأسلمين اللي معاهم وفقوا يعني في السياسة أقروا السياسة فأنا بقول خطوة واحدة بس على الطريق لتطبيق الشرع الإسلامي هنا يجب أن يرد ما حدش يتكلم بإسم الدين ولا أن دولة يعني دولة جماعة سياسية على رسم من فوق ممارسات نمارس ونخطئ ونصير نعم إنما أصدر للإسلام في الواجهة لا اليوم يقول سمير فريد في مقاله لماذا لم يخرج الألمانيون على الرئيس هتلر بعد عام من انتخابه وقال أن السبب أن هتلر قال أن ألمانيا فوق الجميع بينما مرسي قال طز في مصر هل هذا فعلا لا هذا الكلام المرشد السابق هو اللي قال طز في مصر لا من هو صحيح لا صحيح أن أكون رئيسا لا 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 أنا أقول لك من هو صحيح أقول لك ده منشور منشور في ما قطعتك ما قطعتك يعني ما يفعش أنا أسمح لا أسمح لا أقول أنه تفضل حقك الحقيقة الرئيس مرسي مكث سنة في حكم في الرئاسة وخلال السنة لم يسمح له أن يطبق برنامجه برنامجه الاقتصادي بالنهضة المصرية والمؤامرة التي أطاحت كانت بدأت منذ انتخابه في 25 ديسمبر 2011 ولذلك لم يستطع الجيش ضده وبالتالي أنت تعلمين عند شكل حكومة هشام قنديل جاء باللواء محمد إبراهيم وزير داقلية نعم وجاء بالعبد الفتاح السيسي رجل للانقلاب الأول الذي سرق الثورة درب السلام للرئيس مرسي وقال أحترم أحلف بالله العظيم أن أحترم دستور مصر والشرعية المصرية ثم خالف يقولون بأن هناك عقد بين الشعب وبين الرئيس والرئيس خلال سنة لم يحقق للشعب طموحاته حول السولار والبنزين وكل الأمور المعيشية ولكن هل ترك الرئيس أن يفعل من سياسة هذا الرئيس المنتخب هو من الأخلاق والتربية أن التلفزيونيات والإعلام يهاجمونه ويشتمونه ليلة نهار ورفع لهم القضايا ولم يوقف أحد ولم يدهي على أحد ما عاد هذا يوسف بسم يوسف نعم أما القضاء فحدث ولا حرج حدثي ولا حرج أنت فتحت موضوع الإعلام أما موضوع الاحتياطي النقدة أستاذ طبعا بالإحصاءات وبالأرقام الرئيس مرسي الرئيس المخلوع مبارك استلم من أنور السيدات نقدا بالعملة الأجنبية 36 مليار سلمها لمرسي 14 مليار لم تنزل 14 مليار هذا الإحصاء من يسلم مني مرسي استلم 14 مليار مرسي استلم من مبارك نقدا أجنبية أولا مرسي مستلمش من مبارك لكن من مين استلم من المجلس العسكري من المجلس يعني من الدولة من الدولة النظام مبارك ساب 34 مليار وأنا مش بدأ في مقام الدفاع عن مبارك طيب بس المبارك ساب في أحتياطي 34 الآن 34 مليار لا سؤال هذا الدفع الكبير في المساعدات مما يسمى دول الأكداء العراوي هل هذا بريء يكفيه الرئيس مرسي أنه وقف في وجه أمريكا وإسرائيل في نقطتين في الحرب الأخيرة في غزة وقال لأوباما لن نوقف القتال إلا أن تطلب إسرائيل وقف القتال وإسرائيل وقفت سنفتح بعد الفاصل ملف الإعلام وسأفتح ملف المساعدات سواء القطرية أو السعودية بعد الفاصل إذا المشاهدين أهلا بكم مجددا في حوال الساعة الذي ناقش فيه وضع مصر خاصة بعد عزل الرئيس محمد مرسي قبل الفاصل كان يتحدث الأستاذ الدكتور زهير عن وضع الإخوان وقال أن الإخوان استطاعوا ويكفيهم فخرا أنه وقفوا أمام أمريكا وإسرائيل ورفضوا الدعم الخارجي هنا ربما علي أن أعود وأسأل عن دور قطر وقتها عندما كان رئيس مرسي رئيسا لمصر كانت قطر تعد بدفع المليارات وتقريبا كان هناك تخوف من الدعم القطري السخي على مصر بأن يكون هناك انتقاص في السيادة المصرية طبعا هذه من جملة الأكاذيب والإشاعات التي فبركها الإعلام المصري تعلمين أنه صدر بالإعلام المصري أن قطر تريد أن تستثمر قناة السويس نعم وتشتري الإهرامات وأن قطر تريد أن تستثمر الإهرامات وقطر تريد أن تستثمر أو تشتري حلايب إذن لماذا كانت تدفع؟ إذن قطر دفعت كما قالت للشعب المصري وليس لحكومة الرئيس محمد مصر ولماذا الآن لم تدفع؟ لأنها دفعت في السابق كانت السباقة في الدفع أما دول الاعتدال العربي فهي اقتمرت بالراعي الأمريكي والكيان الصهيوني الذي نفذ العنقلاب مع عبد الفتاح السيسي أنا أقول بكل صراحة هذا خائن لبلده ويجب أن يعلق على المشارك عبد الفتاح السيسي هذا خائن لوطنه هذا قد يعتبر الآن تحريض هذا الآن تتهمه الآن أن تتهم الإعلام بالتحريض ويمكن أن تمارس هذا الدور الآن وأنا أبدأ من الآخر بطل مصر القومي الآن هو عبد الفتاح السيسي هذا الرد على كلام الدكتور زهير مع احترام الكامل هل يعني هذا أنكم يمكن أن تطالبوا منه أن يستقيل وأن يتقدم كمرشح للرئاسة؟ أنا شخصيا لو هو ترشح في الانتخابات أنا هنتقل يعني أنتم تخرجون من حكم الدولة الدينية وأن هذا الرجل مصري لتدخلون في عباءة حكم الدولة العسكرية إطلاق 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 ولا هو عايز ده ولا هو هيترشح ولكن للتسليم بحكم العسكر العسكر ما بيحكموش سأسألك أسئلة محددة ما يحدث الآن من قبض واعتقالات في صفوف الإخوان مداهمة الإعلاميين وهذه القنوات ما رأيكم أنتم كمدافعين عن الحريات والليبرالية والديمقراطية؟ هل أنتم موافقين على ما يحدث؟ أولا ليس هناك اعتقالات للإخوان إطلاقها وهذه أكذوبة والإعلاميين والقنوات التي أقفلت؟ لا ده موضوع تاني أنا هنتكلم في ده ونتكلم في ده بس أنا أتكلم على قيادات الإخوان كل يوم هناك اعتقالات في صفوف شباب الإخوان لا لا إطلاق لم يحدث لو كان بيحصل ده ما كنتش لقيت الرابعة العدوية رابعة العدوية موجودة ومدان النهضة وكل يوم والتاني بيتم التحريض من على منصة في الرابعة العدوية من البلتاج وصفوف التحجازي والشاطر والمرشد نفسه حسن الشاطر مش خيرات الشاطر حسن الشاطر اللي طلع ابنه لا خيرات خيرات الشاطر كان ما أعتقل لا أعتقل كل من والمرشد نفسه طلع طلع محمد تديع طب ماذا عن الإعلام والإعلاميين وقفل القنوات أنا شخصيا ضد قفل أي قناة بس كل من يتجاوز كل من يتجاوز دي قنوات يعني لما يتقال فيها كلام لا يصح أننا أكرره ولا أقوله أنا أفهم من الدين القنوات المسمى قناة دينية الحافظ 25 كثير جدا أنا على قناة الحافظ ويمكن الرجوع للكلام ده موسق أنا مرة أقلب على قناة 25 وأنا طلعت على قناة 25 بالمناسبة مع صبح صالح لما كنا في المجلس على قناة 25 وده موسق اللي هو بسموه خميس ده المزيح المزيح ده قال نحن أقل قناة فسادا لما يبقى المزيح يقول على نفسه على قناته نحن أقل قناة فسادا تقولي عليه ده إيه صادق أنا قلت له صادق مع نفسه صادق مع نفسه يعني هما عندهم فساد عندهم فساد طبعا كل المأمن ليس عنده فساد لا ده ملو دعوا بالإعلام لعدم كفاءة يعني ما تم القبض عليهم بتهمة الفساد لا 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 كل من في عضاية تخابر يعني موجهة عضاية تخابر طبعا هذه خيانة كبرى طبعا خيانة عظمة كمان تصل إلى الإعدام نعم وكل من حرب من على المنصة وطالب بالتدخل العسكري الأجنبي على مصد ده لازم يقدم المحكمة بتهمة الخيانة العظمة بما فيهم المرشد بما فيهم من قال هذا هذا الإقصاء وهذه الطريقة لا 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 هل يمكن أن تساهم في تفجير الوضع لا 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 نحن نتحدث عن وضع خطير في مصر ولا وضع خطير ولا حاجة أنا هناك شعب وهناك جماعة تحولت من عصبة إلى عصابة أنا بقول تحولت من عصبة إلى عصابة إحنا قدينا طول الوقت عادينا بنتكلم على مشروع بناء الدولة وإدينا ممدودة وطول عمرنا كنا من أوائل الناس اللي بيدافع عن الإخوان المسلمين والتاريخ يشهد بدأ إحنا من أوائل بطوال 30-40 سنة وإحنا بندفع عن الإخوان وعن حقهم في تكوين تنظيم خاص بهم ومع الحريات ومع ضد الاعتقالات ومعرف أن حمدين صباحي كان له تحالف مع طير الديني ده صحيح فيهن وخمس نعم لا لا مش فيهن وخمس وحمدين صباحي كان لو ندح في الانتخابات كان مرشح لئاسة كان سيتحالف مع الأخوات لا فيهن وحداش أنا كنت من ضمن التحالف ده اسمه التحالف الديموقراطي كان فيه حوالي 14 حزب منهم الإخوان الحزب الحرية والعدالة لهم الإخوان يعني وكان منهم حزب الكرام وانا كنت على رأس قائمة في المنصورة في مدينتي وكيف تم ترشيحكم على قائمة المشترك؟ لا احنا كان فيه تحالف ديموقراطي كان تحالف سياسي أولا وكان بيضم بعد الثورة كل الأحزاب سياسي ثم تحول في النهاية إلى انتخابات حمدين صباحي إلى المرشد محمد بديع ليقول له اسمحولي تركولي مركز على القائمة حمدين ينجح عشرة زي مرشي وانا بكلمك بجد انا بكلمك ينجح عشرة زي مرشي يكون للتيار الشعبي مستقبلا أي نائب في البرلمان الشعب لأنكم بالنسبة لهذا 14 حزب لم تستطيعوا حشد الملايين وانما حشدها فلول النظام هل تعرفت اليوم اللي حزب النور لملك؟ تسمحي لي يا سيدة مونة بس كم واحدة أنا أتحدى بس هو بيتكلم على ان الثورة دي فوتوشوب صعب؟ أنا كويس أدنى يا عالم يا مشاهديننا الكرام الدكتور والإخوان المسلم يقولوا على 33 مليون اللي ظهروا أو 30 مليون أو 17 مليون أو 20 مليون أو 10 مليون أو حتى 10 مليون حتى 10 مليون إنهم فوتوشوب أنا على قناة الميادين من القاهرة وكنت وكلام ده من حوالي اسبوعين وعمل مدخلة واحد من القيادة في الإخوان اسمه ساعد مش عارف إيه مش متزاكت وقال إن في الموجودين فربعة أربعة مليون فالمزيعة قالت له تبقوا لي في التحرير قال لها دوية خمس تلاف وده فوتوشوب زي ما قال الدكتور زهر بظبط فقالت في إيه رأيك قلت لها ده نوعية الناس اللي بتحكمنا على خانات المادي دي نوعية الناس اللي شايفة لا بصر ولا بصيرة لما يحد يقول على 33 مليون النوم خمس تلاف هتقول لي يعني يعني مين فعش النقاش صحيح عموما واضح أن الشارع فعلا أظهر استياء من حكم الإخوان المسلمين ولكن الغريب أن الحركة الليبرالية والعلمانية تتحالف مع حزب النور السلفي فهل يمكن الذين رفضوا الإخوان أن يقبلوا حزب النور السلفي بوجهة نظرك وجهة نظر أن حزب النور السلفي انتهى انتهى في مصر قياداته لا تتجاوز الآن خمسمائة شخص ولكن أفراده كلهم في رابعة العدوية محمد حسان في الإقامة الجبرية هو أحد أكبر الشيوخ السلفيين المنظرين لحزب النور قال لهم موقفكم مع الانقلابيين موقف القيانة ومحمد عبد المقصود أحد المشايق الأخرى قال لهم هذا نهاية لحزب النور هل تشعرون بالخيانة أنهم خانوكم قانوكم في ظهركم لا نحن لا نتهمهم بالخيانة ولكن موقفهم مع الانقلابيين موقف خيانة ولا خانونا من الذي وقف معكم تركيا حزب النور من الذي وقف مع الأخوان المسلمين كتنظيم عالمي في هذه الأزمة تركيا لا نحن لا نعتبر حزب العدالة والتنمية بتركيا جزء من التنظيم الدولي العالمي إذن لماذا أردوغان أردوغان عنده تجربة في دعم حرية الشعب التركي وكرامته باستقلاله وأردوغان أردوغان قال بالحرف أردوغان قال بالحرف نحن لا نتدخل في شؤون مصر ولكننا ندافع عن إخواننا في إشارة منه في إشارة منه ندافع عن الشعب الذي قال هو تحدث عن الإخوان المسلمين أين صوتي اليوم يطالبون الرئيس المؤقت الترطور عدلي منصور لا أسمح لك اسمحي لك كل الاحترام كل الاحترام للرئيس المؤقت عدلي منصور لأنه يمثل جمهورية مصر العربية في الأخير جاء به من المحكمة الدستورية وحتى يكون له غطاء كما قدم بابا شيخ الأزهر الغطاء الآخر وبابا الأكبار هذا الغطاء وهؤلاء هزان لم يكونا يتكلمان كلمة واحدة أيام شيخ الأزهر خرج بعدها وطلب بفك الاعتقالات والإفراج على الإخوان المسلمين هذا كلام لن يسمع له سيسي ولن يرد على لا شيخ الأزهر ولا كل المشيخ وإنما هذا الانقلاب برعاية أمريكا والكيان السوريوني سيستمرن في تدمير مصر هذا الانقلاب الذي قال أنا أستجيب أستجيب لإرادة الشعب المصري في 30 يونيو هذا لمنع الاقتتال والحرب الأهلية كما يتفضل أستاذ مجزي هو اليوم هو يسعى إلى قتل الناس في العريش قتل الناس وهي تصلي في الحرس الجمهوري قتل الناس أكثر من 80 قتيل شهيد في الحرس جمهور وألف جريح أمس أمس فتاة هالة شعشع 16 سنة عمرها كانت تتظاهر مؤيدة لرئيس أطلقوا عليهم النار أربع فتيات بعمر الورود لا تتجوز الواحدة وعمر 20 سنة قتلوهم بدم بارد هذا الجيش الذي يأتمر لا أقول برئيس المؤتد أموما عندما يتفجر العنف صعب أن يتوجه أصابع اتهاب لجها بعينها أريد أسمحي لي فقط هناك فاصل عم يتكلم لستجنة عن الاهتقالات بمجرد أعلن الانقلاب العسكري تم اتهاب طيب سعد الكتاتني بسألك سؤالي الاعتقالات كانت تعسس أمر ثاني أين الرئيس محمد مرسي قالوا أنه يعامل معاملة لماذا لم يسمح لأشتون أن تزوره لأنه من الصعب أن أطلق هذه الكلمة سعيد الفاضل دام التهم لأنه التحافر بالنيابة الموجهة أسمحي لا لا أسمحي أسمحي أحاكم 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 من يعين النائب العام النائب العام قرار سياسي الاتهامات من النائب العام قرار سياسي لأن النائب العام يعين نائب الملاك حسب الدستور من عين ونعدني منصور ليس الرئيس مرسي عين ونعدني منصور بنائنا على طلب الجماهير لأي جماهير نحن الجماهير ولكن الصادقين الصادقين ندافعين على الحرية والكرامة والتعددية هناك نقطة أريد إجابة حتى أنتقل من هذه النقطة يعني هو واضح أنه لا يعرف أين محمد مرسي ولا أحد يعرف محمد مرسي أريد أن أعرف هناك نقطة يقدموا للمحاكمة الآن ستنين وعشرين إن شاء الله يعد 22 سنة هذه ديمقراطياتكم أنت الاستباديين أنتم تعلمون أن الحزب الناصري الذي سرق عبد الناصر ثورة 23 الذي أتكلم عدلي منصور اليوم طبعا دكتور زهير وصلت فكرة أنك تطالب بما هو قانوني إن كانت هناك تهمة يجب أن تظهر للعيان وأن يحاكم ولكن الآن اسمح لي أن أنتقل الملف الذي مفروض نحن نناقشه الآن نحن نتحدثنا على أن هناك كان دعم قطري ولكني بعد الفاصل أريد أن أعرف هل تحررت مصر من جناح خليجي لترتهن لجناح خليجي آخر وما هو دوركم أنتم في الشقاق الذي حدث بين مصر بين عفوا السعودية وتركيا بعد الفاصل مشاهدين ما زلتم في حوار الساعة في هذا الجزء الأخير الذي كنا نسأل فيه أستاذ مجدي هل ارتهنت اليوم مصر إلى جناح خليجي آخر بعدما تحررت من جناح خليجي أي أصبحت رهن للسعودية بعدما تحررت من قطر التي كانت تدعم الإخوان الحقيقة مصر لم ترتهن لقطر ولا لم ترتهن لأي حد مصر أكبر من الدول دي كلها مع أنهم أشقاء أعزاء جميعا يعني بما فيهم نكن كل التأدير للشعب القطري والشعب العربي في السعودية والشعب العربي في الإمارات وطول عمر الشعب العربية والكويتي طبعا التقدير لهم جميعا والمبادرات اللي أمواف التقدير وصل لثلاثة مليار دولار بحسب الخزينة الإماراتية نعم التقدير لمصر ثلاثة مليار دولار بحسب الخزينة الإماراتية وإيه المشكلة في ده مصر قدمت طول عمرها بتقدم لأضايا العرب قدمت المال وقدمت لما كان ما كانش فيه مال بالنسبة فده نعم لا هم ما بعملهم رد جميل ولا رد جميل لأن احنا كلنا عرب وإحنا أصحاب هذا الحس العروبي هذا الحس العروبي لماذا لم يكن متوفرا لدى الإمارات التي تحارب الأخوان المسلمين لأنه عملوا تنظيمات داخل البلد وأي بلد محترم لازم يدفع عن نفسه عن الشرعية وعن السيادة الوطنية لما يبقى تنظيم الدول يعمل مجموعة داخل ليه يعني الناس دي ما بتسألش نفسها إيه سبب كمية الغضب والكرهية داخل الشعب المصري اللي تحولت في 30 يوني اتجاه الإخوان ما بعملوش مراجعة ليه الإمارات اللي طول عمرها طول عمرها مع مصر والشيخ زيدا الله يرحمه لهم مكانة كبيرة في قلوب المصريين طيب الآن أنت تحدث عن الحس العروبي العالي هنا علينا أسأل لماذا هذا التحريض ضد الفلسطينيين والسوريين وبعض العرب ده مقصود مقصود من بعض يعني أجهزة المخابرات اللي بتلعب في كل المنطقة أنا إن كان بعض الأشخاص بصفة فردية من الإخوة السوريين استغلوا من قبل الإخوان المسلمين لما يقبضوا على واحد والآه واخد 500 جنيه ويقول أنا بيدوني قد كده وأنا وعيلتي عادين في قد من المدار هل يصل الأمر لإعادة طائرة كاملة من السوريين هؤلاء جاءوا نازحين وناجئين لما يبقى كميات الناس السوريين اللي مضلل بهم ويدخلوا مصر عشان يسكنوا بلدهم مصر ومرحب بهم وطول الوقت مرحب بهم لأنهم جزء من الجمهورية العربية المتحدة وإنما بعض الضعفاء النفس منهم وجناح الإخوان السوري يستغلوا يستغل هذا الأمر في التضليل ضد الشعب السوري نحن مع الشعب السوري لنه في بلدهم يعني بيختصار فيه ستكون مع الشعب السوري لبلدهم السوري أنا مع الدولة السورية وضد العصابة هل يضايقك نظام السوري يعني كون السبداديين يعني هل يضايقك من فضلك النقطة دي مهمة جدا اللي أقول مع بشار لذلك أريد اسمح لي أن أسأله اسمح لي هل يضايقك الآن أن الخارجية المصرية تريد إعادة العلاقات مع سوريا طبعا هذا النظام الاستبدادي لا يتآلف إلا مع الأنظمة الاستبدادية أو العائلية أو الوراثية تعلمين سوريا كبلد لست سوريا كنظام نعم هناك فرق تعلمين منذ سرقة ثورة 23 يونيو التي رئيسة محمد نجيب وقضى عبد الناصر على كل زملائه من الضباط كان هناك استبداد ما بعده استبداد ومن حاول إغتيال جمال عبد الناصر هذا فبرك من الفبارك أنا أعرف سؤالي عن سوريا هل تفلقون أنتم في التنظيم العالمي لإخوان المسلمين بين سوريا العروبة سوريا الدولة سوريا الشعب وسوريا النظام السياسي لماذا تطالبون بقطع العلاقات العربية العربية لماذا تقطع هذه العلاقات في وقت السفارة الإسرائيلية موجودة في قلب القاهرة صحيح نحن ضد وجود السفائرة الإسرائيلية في قلب القائرة وضد التطبيع وضد التطبيع وضد طن لأنه لا يتفاقية دولية ماذا قال الأستاذ سعد الكتاتني في تصريحات مختلفة أنا ليس دعوة سعد الكتاتني أنا ليس دعوة بمحمد موسيقى عمل إيه هذا من الأخوان سعد الكتاتني ما تعرفوا أنت؟ رئيس الشعب الذي يعتقل الآن من النظام لأنه برضو هارب من السجن يعتقلوا لأنه هاربين ومتخابرين مع دول أجنبية المتخابر يدعي عليه ويسرح للمحاولين المتخابرين الرجل اللي طلعوا يتكلم على الجزيرة يقول لك ليه التليفون واحد ما يابلني في الطريق واحد بيكلم في الثرية قابلوا في الطريق عندنا البادو والناس اللي ماشي في الطريق معهم ثرية ياخدوا يكلم الجزيرة على مباشرة العقلية الاستبدالية العقلية الاستبدالية ما زالت موجودة منذ ستين سنة وهذه عقلياتكم ضد العصابة هو يقول لك الآن قام مع دولة سوريا قاتل الشعب السوري قاتل مع سوريا لأنكم الاستبداليين مصر أعلنت الآن اسمح لي مصر أعلنت الآن أنها لن تقف مع الجهاد والحرب في سوريا هل هذا المرأب؟ يعني مع النظام يعني هذا الكلام يعني ذلك ومن أستاذ على الأجنبين أليس عميل أمريكا البرادية ألا يعني ذلك أنها لا تريد أن تدخل في شؤون دولة عربية؟ أعينوه أعينوه نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس مصر الآن محمد البراد الذي قال أنا أستغرب كيف النواب نواب مجلس الشعب لا يدينون المحرقة اليهودية وديرش بيغل موجودة والصحافة المصرية قالت الحل هو باستدعاء الأمريكان والجيش الصحافة يعني كلها مستندات موجودة الأخوان المسلمين اليوم ذهبوا في مظاهرة إلى أمام السفارة الأمريكية يطالبونها بتدخل الآن؟ لا خير أربعين ساعة القادمة من يومين قاموا بمظاهرة ورشقوها بالحجار واليوم رشقوها بالحجار ولكن تدخل الموالون الآن تدخلوا لمنعهم الأخبار في مصر للأسف هناك تضيل إعلام كبير أنا عايزة أقول بس كلمة واحدة على مسألة سوريا لما تبقى قطر وإسرائيل وأمريك وأوروبا ودول الخليل وتركيا كل دولت في جنب فأنا مغمط كده لازم أخذ الجانب الآخر وأنا مغمط ثم أفكر أنت لكم علامات كانت لكم علامات كانت لكم علامات كانت لكم علامات أنت تجزارون تقتلون الشعب السوري أنتو طبعتكم الغد والخيانة الغد والخيانة الغد والخيانة أصيلا هذا كلام حتى لا يكون هناك اتهامات حتى تقول طاولة حوار في الأخير يعني المشاهد في الأخير يعني يعرف تماما الاتهامات التي يمكن أن توجهها إلى البعض ولكن دعنا نقول الآن أن هناك موقف رسمي من سوريا مصر الآن تعلن موقف مختلف تماما هل تحاولون تغيير سورة مصر بالنسبة للمنطقة العربية مصر لازم لابد أن تقوم بدورها الطبيعة ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به مصر لازم دورها الطبيعي أنها قائدة لأمتها ما ينفع شيء أننا نتع علاقات مع سوريا إذن سؤالي ما الذي ستفعله مصر في الأزمة والحرب الدائرة الآن في سوريا أنها تبقى طرف أصيل في إيجاد حل سلمي للأزمة السورية للحرب الطحنة والحرب الأهلية الممولة هل تعلم أن السلاح يهرب من سيناء إلى سوريا قادما طبعا من اليمن ومن تركيا إن كان مصر فتحجزة هو فقال إن إحنا بقلنا سنة قدام رئيس جمهورية قدام رئيس جمهورية اللي هو محمد مرسي يقف يقول إن إحنا بنمد إخواننا المجاهدين في سوريا المجاهدين دولة ما فيش واحد فيهم بعت ابنه هل الحرب في سيناء الآن هي حرب على المجاهدين الحرب في سيناء الآن حرب على المجاهدين الذين يذهبون إلى الحرب في سيناء محمد البلتاج هو صاحب الكلمة العليا في المسألة القياد الإخواني لما يقول لما محمد مرسي في سواني ولا في دقائق توقف الأتل في سين والحرب في سين يعني هو المؤوم يعني الإخوان المؤومين التكفريين الموجودين هناك هل تردون إستمرار الحرب في سيناء هل تردون إشاعات وأكزيب يصدر من إعلاميين في مصر أن الذين يقومون بالمظاهرات بربلان. والآن في الملايين. الشعب لن يعود إلى منازله بعد هذا الإنقلاب السيء. لن يعود الشعب المصري. وسيتحرر الشعب المصري. ويناء الحر أنه هو كنوز شعب المصري. كنت رويدا أسأل السؤال. كيف تتكلم اسم الشعب المصري. وأنت لست مصريا. مع الاحترام لك. مع الأسف. هل هو التنظيم العالمي الذي يجعلكم تدافعون عن أفسكم في إخوار مصرين؟ إذا كان يدعون. سؤالي. هل تتحدث بصفتك عضو تنظيم؟ إلى ماذا يريدون أن يصلوا؟ إلى حشود. هذه الحشود. لماذا لم ينظر إليها السيسي؟ ولكن هل تتحدث بصفتك عضو تنظيم العالمي الإخوان المسلمين؟ هل تشعر أن هذا ما يحدث هو استهداف لكم أنتم في التنظيم؟ لذلك لا تريد لهم العودة؟ هم قالوا لن نكرر خطيئة عام 1954 عندما صرق عبد الناصر للثورة وخدعنا الثورة قام بها جمال عبد الناصر محمد نجيب والضباط الأحرار وكان بين الضباط الأحرار ولكن انقلب عليهم قتل فلان وفلان 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 وكان كما يقول أحدهم عندما يريد تتفاجئ التاريخ على فكرة الإخوان لا تقولوا الكلام على جمال عبد الناصر عارف ليه؟ عارف ليه؟ عارف ليه؟ أقول لك عارف ليه؟ محمد نرسي أكبر من هذه الاستبدادين عبد الناصر اللي وزع خمس فددين على أهل حكومة هشام قندين وزيد داخلية إذا كنتوا تقولون يسكت هشام قندين ثم حولت القضية إذن أستاذ حغير بصفتك عروبي وإسلامي تنظر لمصر بعين الحب وإيضا الاشتياق لدورها الذي يجب أن تعود إليه ما هي الكلمة التي توجهها لكل شعب مصر سواء في رابع العدوية أو في التحرير أن يعودوا إلى صوابهم ووعيهم ويعيدوا على رأس الدولة الرئيس المنتخب المدني محمد مرسي وإلا هذا الشعب وصلت رسالة سيقضي على كل من غير أن يكون هناك تحذير وتهديل لا وإلا رسالتك الأسيرة رسالة الأخيرة أن أرجو من قيادات الإخوان أنها تعتق الناس اللي حبساهم في رابع العدوية واللي موهن عموما علينا أن نسلم أيضا اللي خرجوا فيها بعالهم إرادة ويتحركوا بمدني إهم بينهم يدفع الإسلام وهم ما عندهم مشروع إسلام ما فيش مشروع إسلام الثورة منتصرة شكرا لك أستاذ مجدي المعصراوي القيادي وعائلاتهم موجودين برابع العدوية شكرا لك شكرا لك مجدي المعصراوي القيادي في التيار الشعبي وأيضا القيادي في حزب الكرام أهلا بك والدكتور زهير العبيدي كنت معنا أيضا النائب السابق في البرلمان والدعي الإسلامي المعروف في لبنان مشاهدي الكرام كنتم في حلقة من حوار الساعة تتحدث عن الأوضاع في مصر ما بين ما يحدث في التحرير ورابع العدوية شكرا لكم لتابعتكم لهذا الحوار وإلى اللقاء يقولون موسيقى